للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مناطق دلتا أبيا لرفض سياسات التجويع وتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية وشهدت مدينة زنجبار مظاهرة جابت شوارع المدينة أصولا إلى أمام مبنى شرطة زنجبار حاملة شعار لا لسياسة الإفقار والتجويع وأعلن المحتجون التصعيد الفعلي ورفع سقف الاحتجاج باضراب عام وإغلاق المحلات التجارية والخدمية بكافة أنواعها باستثناء المراكز الطبية والعيادات ابتداء من الاثنين القادم وأشر البيانة الصادر عن المظاهرة إلى المضي قدما حتى تحقيق مطالبهم المشروعة التي كفل بها القانون والدستور والأنظمة والشرائع الدينية والمية الشعبية الحقوقية والمطالبة برفع الظلم عن كاهل المواطن الذي أصبح يؤنه من غلاء الأسعار والتلاعب بالعملة من قبل تجار الفساد المدعومة من القوى التي لا تريد الاستقرار المعيشي للمواطن فبعد أن وصل سعر الريال السعودي أكثر من مئتين وثمانين ريال وسعر الدرار إلى أكثر من ألف ريال بسبب مجموعة من اللصوص ومن خلفهم قيادات كبرى وهو أمير الفساد وهذا ما جعل الشعب ينتفض ويقول بأعلى صوته فليرحل كل الفاسدون ومن لهم علاقة في إذلالنا وتركيعنا وبنوكب ذلك قررنا رفع سقف الاحتجاج من خلال أعلان الإضراب العام وإغلاق المحلات التقارية بكافة أنواعها وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس عام 2021 من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا إضافة إلى المرافق العامة شكرا شكرا